شكل الانخفاض الملحوظ في عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا حالة من الارتياح العام انعكست أثارها إيجابا على أداء العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية والمساندة والتي لا تزال تقدم واجباتها بكل احترافية وكفاءة عالية بعدما سجلت مملكة البحرين انخفاضا ملحوظا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآوينة الأخيرة سادت حالة من الاطمئنان العام في المجتمع وتركت آثارا إيجابية عديدة على مختلف المستويات الجميع لاحظ انخفاض شديد في منحن الأعداد الحالات القائمة في الفترة الأخيرة وطبعا هذا يعود إلى القرارات الأخيرة اللي تم إصدارها من قبل فريق الوطني الطبي الحمد لله يعني شاهدنا سواء على مستوى العائلة أو على مستوى الأصدقاء أو العامل وغيرها أنه فيه ارتياح بين الناس الفترة اللي سبقت مع ارتفاع الحالات مع ارتفاع الحالات القائمة كون فيه تخوف بين الناس ولها حمد فهذه الفترة بدأت الناس تهدأ تطمن أن الوضع إن شاء الله بالتدريج رح يرجع إلى الأعداد المقبولة الحالة النفسية الإيجابية لدى الكوادر الطبية جراء انخفاض عدد الحالات كانت سائدة وواضحة ما أدى إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات القائمة بكفاءة وسرعة طبعا هذا كان لأثر جدا إيجابي على جميع الكوادر في الصفوف الأمامية منها الكوادر الطبية الكوادر التمريضية الكوادر المساندة من جميع الجهات طبعا هذا أثر قلل من الضغط النفسي الضغط الجسدي عليهم طبعا من العلامات الإيجابية اللي شفناها تقليل عدد البلاغات الواردة لخط الاتصال 4-4-4 بما في ذلك تقليل عدد الحالات المحاولة لمراكز الفاحص والعلاج والتشخيص أيضا قل الضغط على خدمات الإسعاف وهذا لدور طبعا إيجابي في سرعة الالتجاب للحالات القائمة ويبقى الالتزام المجتمعي بقرارات الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا حجر الزاوية والعامل الرئيس لانخفاض عدد الحالات القائمة بهدف الوصول إلى أدنى مستوياتها والعودة إلى الحياة الطبيعية